اشتركوا في القناة كما تشاهدون تم نشر هذا الخبر في الموقع الرسمي التابع لحكومة كندا هنا تم اعلان هذا الخبر من طرف سيد مارك ميلير وزير الهجرة والاجئين والمواطنة اليوم عن نيته تنفيذ العديد من التضابير التي تهدف لتعزيز برنامج الطلاب الدوليين بكندا وتحسين حماية الطلاب حسن النية من الاحتيال هنا هذه التضابير لخصها الوزير في ثلاث نقاط سوف اشرحها لكم الان لدينا اولا ابتداء من الاول من شهر ديسمبر 2023 سيطلب الوزير من المؤسسات التعليمية او الجامعات في كندا قبل ارسال خطاب القبول من الجامعة للطالب الدولي مباشرة هنا اولا يجب ارساله الى اي ار سي سي اي ار سي سي معناه اميغراسيون ريفيجي اي سيتوينتي كندا والهدف من هذه العملية هو التحقق من صحة خطاب القبول هل هو حقا مقدم من طرف الجامعة اصلا وذلك لتفادي اي احتيال الذي يمكن ان يصيب الطالب الدولي مثلا ارسال خطابات وقبول من جامعات مزيفة او من مواقع لاشخاص محتالين بالتالي سيضمن هذا الاجراء اصدار تصاريح الدراسة على اساس خطابات القبول الاصلية ثانيا هذا الاجراء سيتم استعدادا للفصل الدراسي لخارف الفين اربع وعشرين بالتالي من الاولوية معالجة تصريح الدراسة للمتقدمين الذين يخططون بالالتحاق بمؤسستهم ثالثا ال اي ار سي سي سيبدأ في تقييم معايير برنامج تصريح العمل بعد التخرج في الاشهر المقبلة وستكمل تنفيذ الاصلاحات لتكييفه بشكل افضل مع احتياجات سوق العمل الكندي بالاضافة الى الاهتاف الاقليمية والفرقوفونية للهجرة اذا هنا الهدف من هذه التضابير في برنامج الطلاب الدوليين هو حمايتهم من اي احتيال من جهات فاعلة وسيئة التي تستغل الطلاب الدوليين الحقيقيين لتحقيق الربح من خلال خطابات القبول الاحتيالية والمزيفة بالتالي هنا يهدف الوزير وايضا بالتعاون مع المؤسسات والجامعات الكندية للقضاء على هذه الظاهرة بالتالي اختيار الطلاب الحقيين والاكثر ملائمة والاحتفاظ بهم بشكل افضل لتلبية احتياجات الاقتصاد الكندي واهدف الهجرة الخاصة به هنا اختباس من الوزير يقول بان الطلاب الدوليين موهبون واذكية ويستحقون الحصول على تجربة ايجابية عند الدراسة في كندا سوف نستمر في تحسين برنامج الطلاب في كندا لحماية الطلاب والتخلص من اولئك الذين يحاولون الاستفادة منهم سواء بقي الطالب الدولي في البلد وعمل بعد التخرج او عادل وطنه فاننا نريد ان يكون الوقت الذي قضاه كطالب في كندا مفيد لنموه وتطلعاته اذا كملخص لفيديو اليوم هذه التغيرات والتضابير سوف تخدم كثيرا الطالب الدولي وايضا في المقابل سوف تخدم ايضا كندا سأترك لكم رابط موضوع فيديو اليوم باشرطا في صندوق وصف هذا الفيديو اتمنى انكم استفدتم من هذا الخبر العاجل وشرح موضوع فيديو اليوم هنا فيرنس فلوكس دائما ينشر لكم اي جديد فيما يخص مواضيع الهجرة والدراسة في كندا لايك بارتاج اشترك في قناة فيرنس فلوكس دعم لي لمواصلات العمل شكرا على المشاهدة وبتوفيق للجامعة